ما تخافش على الأهل طول ما الأهل حريص على هذه المبادئ وهذه التقاليد إذا كان الأهل بيكرم رموزه ويقدر رجالاته هو كمان بيستشرف مستقبله وبيقدم لأعضاءه والجماهيره كشف حساب اللي حصل في المؤتمر الأخير لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كابتن الخطيب اعتلى المنصة تحدث كما لم يتحدث من قبل استعرض كل إنجازات مجلس الإدارة وكل خطوات العمل لمجلس الإدارة ورسم خطة شاملة هكذا وعدنا وهذا ما نفزناه هذا كتابي إليكم كانت الحقيقة مسألة مهمة جدا باش مهندس ومؤتمر قد إيه كان موفق للناس اللي مش لقيا في الورد عيب فتقول له أحمر الخدين طيب ما الأهل أحمر الخدين ما الأهل أحمر الخدين هما هو إيه فالفكرة كلها عندما عارف عواجيز الفرح اللي يروح الفرح فيلاقوا العروسة زي الأمر فيبتدوا يتكلموا على شوف أعداء إزاي شوف بتشربوا بقوا إزاي شوف مش عارف إيه عايزين يسلبوا اللحظة قيمتها هو أنت كمجلس إدارة دائما مطالب أنك تقدم كشف حساب أمام الجمعية العمومية في نهاية مدتك طب قليات العصر اختلفت واصبح فيه تمتلك أنت أدوات تسمح لك أنك أنت تقدم من خلالها أدوات إعلامية فيجي واحد يقول لك هو المؤتمر ده كان على حساب مين أول على حساب مين دي ودي أطحوكة يعني طب حجاوب على حساب مين في الأول بس على الناس الطمن هو المؤتمر ده كان فين كان في النادي الأهلي فلمش على حساب حد فالمكان ببلاش مش متأجر نمرة اتنين هو كان فيه مصرح وشاشة وشاشة خلاص وبعدين جهد بشري مميز رائع عبقري لكل إدارات النادي ده جهد التنفيذي إنما الفكر اللي أدار به صديقنا هشام جمال هذا الموضوع صحيح معمول بتطوع لم يحصل عليه مليم لهو ولا شركته يعني الأليات اللي موجودة متطوع فيها الجهد التنفيذي إدارات النادي الأهلي بتخصصاتها أصبحت متمرسة ومحترفة في مثل هذه صناعة الأحداث بتعملها هذا المجهود الخارق لو لم يكن وراء جيش من المدربين اللي فاهمين قيمة المكان ما يطلعش بالشكل ده شكرهم كده الكابتن خطيب فرضاً فرضاً لهذا لوصولهم إلى هذه الاحترافية قادي من ناحية التكلفة فأنت ممكن القبح والجمال ممكن يتكلفوا نفس التكلفة العبرة بالدماغ والفكر اللي تاخد سكة الجمال ما تاخدش سكة القبح يعني تما تقف في مكان مش متوضب صح مش متجهز صح الفراشة دي ممكن تكون زي الفراشة دي بس دي معمولة بزوء وبرقي والناس قاعدة في مكانها بشكل محترم والتاني يا عمه الفوضى هي كده حتى احنا عندنا في في الارياف هم يجوا تكلموا يروح نزالوا السوق اشتروا بقرة ولا جموسة تحلب يقول له خلي بالك يا هلا الجموسة الحلابة بتاكل زي الجموسة الناشفة فتروحش يجيب لوحدة ناشفة نقعد نزغط فيها ما تدنى شفيله اخر بدون هذا